اشتركوا في القناة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي بمناسبة زيارته للمملكة لحضور سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلا وان الفين واربعة وعشرين ونقل سموه إلى جلالة الملك المعظم تحياتي وتقدير أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأصدق تمنياتهما لمملكة الوحرين وشعبها بدوام التقدم والرخى وخلال الاستقبال رحب حضرة صاحب الجلالة رعاه الله بسمو ولي عهد أبو ظبي وبزيارته للمملكة وأبلغه بنقل أخلص تحياته وتمنياته إلى أخيه صاحب السمو رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ولشعب دولة الإمارات الشقيق بالمزيد من التطور والرفع وأكد جلالته اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين والتي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك مؤكدا رعاه الله أن علاقات البلادين الشقيقين تزداد قوة ورسوخا بفضل الحرص المشترك على تطويرها وتنميتها على كافة المستويات وأشاد جلالته بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان رئيس الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي وما تواصل تحقيقه من إنجازات ونجاحات رائدة على مختلف الصعود إلى جانب مبادراتها العالمية المقدرة في مد يد الخير والعون لخدمة الإنسانية وترسيخ قيم التعايش والتسامح والتعاون بين الشعوب مثنيا حفظه الله على جهود سمو ولي عهد أبو ظبي في تعزيز مسيرة النهضة التنموية والحضارية المباركة التي تشهدها الدولة الشقيقة في كل المجالات من جانبه عرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد أنهيان ولي عهد أبو ظبي عن سعادته بزيارة مملكة البحرين ولقاء حضرة صاحب الجلالة وعن بالغ شكره وتقديره لجلالته على ما أحيط به من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال واعتزازه بجهوده حفظه الله وما يوليه من اهتمام وحرص دائم على توطيد أواصر العلاقات المتميزة والروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين وشعبيهم الشقيقين مشيدا بنجاح مملكة البحرين في تنظيم سباقات الفرم لوان مما أسام في تعزيز مكانة المملكة وموقعها الريادي على الخريطة الرياضية الدولية